في بيان مشترك أدانت كل من مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص التدخل العسكرية التركية في ليبيا ودعوا خلاله تركيا إلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف تدفق المرتزقة الأجانب من سوريا إلى ليبيا محتبرة أن هذه التطورات تشكل تهديدا لاستقرار البلدان المتاخمة لليبيا في أفريقيا وأوروبا وزراء خارجية البلدان الخمس أعربوا في بيان مشترك عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا وذكروا بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري في ليبيا وفق مخرجات مؤتمر برلين ودعا البيان المشترك إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا خلال شهر رمضان المبارك مؤكدين الالتزام بالعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة الليبية وأعربوا عن رغبتهم في استئناف اجتماعات محاور عملية برلين السياسية والعسكرية والاقتصادية وجدد الوزراء تأكيدهم بأن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الصخيرات تقوذان الاستقرار الإقليمي وقالوا أن مذكرة التفاهم بشأن تحديد الحدود البحرية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاث ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني وأدان الوزراء الأنشطة التركية غير القانونية أشجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي المياه الإقليمية لجمهورية قبرص لأنها انتهاك واضح للقانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كما أدان البيان الخماسي أيضا تساعد الانتهاكات التركية في المجال الجوي الوطني اليوناني بما في ذلك التحلق فوق المناطق السكنية والمياه الإقليمية وهو انتهاك للقانون الدولي وكذلك أدان الوزراء استغلال المدنيين من قبل تركيا في محاولة لعبور الحدود البرية اليونانية بشكل غير قانوني ودعا الوزراء تركيا إلى الاحترام التام لسيادة جميع الدول في مناطقها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة